اشتركوا في القناة شكرا سيد إرزي مرحبا بك تحية طيبة أجل في العود مرحبا بالجمع إذن سبين جلالي البارحة كنتم من بين الذين يصلافهم رئيس الجمهورية في لقاء تشاوري ربما حول الاستحقاقات القادمة قبل أن نتحدث عن محتوى وفحو اللقاء ما رأيكم أولا في المبادرة بحدثتها نعم نظن الأهمية كلها لهذه المبادرة هي رمزية من الناحية أنه رئيس الجمهورية يفتح الحوار المباشر مع عدد معتبر من الأحزاب السياسية وبدون يعني أي قيود الحقيقة قال يعني في بداية اللقاء رئيس يعني قدم كلمة وحتى كل المشاركين على أن يتكلموا بكل رياحية وبكل حرية وكل واحد يعني قال ما كان في رأسه أو في قلبه جيد يعني كرمزية هي مهمة جدا نعم مهمة لأنه نشوف منذ 2019 منذ يعني انتخاب رئيس تبون هذه المرة الأولى وأن يكون لقاء جماعي يعني نخرج من المكتب وأن بعض اللقاءات ثنائية اللي كانت في الحقيقة نجي منقول مقاراة مع رئيس الأسبق أنه كانت شيء جديد ولكن يعني الخطوة الثانية كانت مهمة أن يجمع كل الأحزاب السياسية وتطرح إشكالات لربما تهم الطبقة السياسية ربما هذا كانت الجانب الناقص في العهدة هذه حتى في الأشهر الأخيرة قبل يعني الانتخابات معلش جي الأشياء مؤخرة ولكن في نهاية الأمر يعني عندها أهمية مهم أنها تجي لازم تجي ولازم تصبح يعني عادة عادة نعم عادات يعني لها المهمة هل كان هناك جدوى الأعمال محدد مسبقا أو كانت هناك حرية تامة لتناول جميع القضايا التي يراها كل طرف أنها مهمة في بقية الاستدعاء للأحزاب كان هناك نوع من توجيه شبه جدوى الأعمال يعني الرسالة تتكلم على الرسالة جت من ديوان رئيس تتكلم على العلاقات الخارجية الوضعية تاعة الجزائر في الإقليم وربما عدد من القضايا الداخلية منها الانتخابات والاستحقاقات ولكن في بداية الأشغال الرئيس أكد على أنه يعني كل واحد يقدر يغير في جدوى الأعمال وليه يقول يصرح بمكان يعني في منهجية سير الاجتماع تحدث الرئيس أولا نعم وقال أنه يمكن جميعا يتحدث حول المواضيع التي يراها مهمة نعم بغض النظر عن جدوى الأعمال الذي بعثه مسابقا نعم بالضبط وقال جدوى الأعمال مفتوح وطلب من الإخوان باش ياخدوا الكلمة طلب منهم قالوا كما تحبوا يعني تاخدوا كل واحد يطلب الكلمة وإلا نديروا دورة واحد تلو الآخر في نهاية الأمر كل فضله باش يعني تكون مسلسلة يعني التدخلات 27 رئيس وفد لا رئيس حزب ولا رئيس حزب لدخلوا البعض بخمس دقائق البعض منهم بنصف ساعة أو أكتر نعم أنت تعرف يعني الأجواء هذو الأحزاب السياسيات وريد دائما تدافع على البرنامج تحتها ولا على الصورة تحتها ولا على الوجود تحتها ربما هذه العملية الأولى ولازم تكون خبرة باش يعني حتى المشاركين يصبحوا أكتر مرونة ومشاركين عنهم بشكل التحكم في الوقت يعني حتى مدة الاجتماع طويلة طالت لأنه من حوالي حوالي ساعة بدأت من ساعة حتى الثمانية تقريبا باش انتغينا ساعة ما بينها على الأقل ست سويع ونصف أو أكتر للمتدخلين ما كان شويها صعب في الحقيقة يعني الساعة تلقب كبيرة من رئيس يعني يعني الجانب الرمزي كما قلنا ولكن في نهاية الأمر لازم نحسنها في الأداء التحالي أنه خرجنا بدون أي شيء ملموس وهذا شوية نقص في العملية نظن شيء طبيعي يعني 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 خلونا نقول احنا ربحنا شيئين أساسيين أولا تحولنا من لا شيء يعني لا يستدعى في الأساس ممثل الأحزاب صحة الوطنية إلى درجة أخرى يستدعى فرديا في المكتب حوار مباشر بين رئيس الحزب ورئيس الجمهورية لأكثر من ذلك يستدعى في طاولة مستديرة يمكن للجميع أن يعبر يعني ثلاث فترات مهمة جدا فيها تحول الآن هناك إشكالية منهجية كما قلتم متعلقة كذلك بالممارسة وثقافة التعبير حتى بين رئيس حزب ورئيس آخر هناك رؤساء أحزاب ربما متمرسون عندهم نسبخي تسنتاز عندهم التحكم في الوقت هناك كمان يريد أن يظهر أكثر ويتحدث عن كل شيء هذا هو الإشكال هذا هو بالضبط يعني رأيك لخصت في كلمات الحقيقة ما جارت بار وعلى ذكر مصطفى كما أشرنا في عدد الأمس من البرنامج على أن الكرة الآن أو كانت بالأمس ولازالت السيد الرئيس رمال كرة عند الأحزاب وعند رأس الأحزاب أو ممثليهم طبعا أنت كنت سألت سي جلالي حول عمر نحن تابعنا طبعا ومن تابعوا في الأصدار التي تصلنا قرابة ثمن ساعات مصطفى لأنه بعملية حسابية فقط 27 حزب كل حزب فقط يأخذ الكلمة خمس دقائق عشر دقائق كل أشهر كما أشهر جلالي سفيان أخداها خمس دقائق أو ست دقائق أخرين بين ثلاثين دقيقة ثمن ساعات والسيد الرئيس يستمع وهو مستمع جيد طبعا لكل مدخلات هؤلاء الأحزاب لكل اقتراحاتهم كما أشهرنا بالأمس اقتراحاتهم واستشاراتهم وأيضا ما يرونه سواء كان على المستوى الداخلي ومستوى الخارجي يعني نشوف فيها كانت مبادرة يعني جد مهمة في التوقيت وجد مهمة أيضا في الآن والأوان يبقى فقط تابعنا الأصداء أنت ربما بعض أنا عني تابعت تصريح رئيس حزب صوت الشعب ورئيس حزب الأفلان اللي أشارت بعد اللقاء على أن الأفلان سوف تعلن عن ترشحها بعد استدعاء لهيئة الناخبة تعلن عن ترشحها نعم بعد استدعاء لهيئة الناخبة هذا سيخان فابر مبارك قالك نحن ننتظر حتى استدعاء لهيئة الناخبة يعني بعد ثمانية جوان حيث سوف نعلن عن الترشح أو ربما مساندة وهذه خلاها تركها يعني للحزب وقيدات الحزب صوت الشعب أيضا صرح على رئيس الحزب على أنه كانت مبادرة جد يعني مهمة جدا والأحزاب تكلمون أنا أعود وأقول مصطفى أنه الكورا الآن في مرمى الأحزاب السياسية جيد سوفين جلالي نبدأ بالإشكالية ضرورة وجود وحدة صف داخلي لمجابهة التغيرات والتحولات الجيوسياسية دوليا هل كان هناك حديث حول هذا الشأن نعم نظن كانت نقطة مهمة في جدول الأعمال وعدد كبير من المتدخلين يعني أشاروا لذلك إشكال خاصة الإقليمي العلاقة مع الجيران العلاقة ما يجري في الساحل المخاطر اللي ربما يعني تقدر توصل حتى الأمن القومي للجزائر فحتى رئيس الجمهورية أجاب بإسهاب حول هذا الموضوع نظن أنه عدد من الإشارات يعني تقول أنه هناك نوع من محاولة ضرب استقرار الجزائر وأشار لها يعني بكل وضوح وبعض بعض المعلومات كذلك اللي ربما ما نعودوش ردوها يبقى أنه الجزائر أصبحت يعني نقطة في إفريقيا أو في شمال إفريقيا ضمن ما يجري في العالم نقطة حساسة نعم ولعبة جيو استراتيجية لننشاهدوها خاصة ما يجري في شمال أوروبا وكذلك في الشرق الأوسط في غزة يعني بتحديد نشوف أنه هادو مواصفات لتوترات كبيرة جدا ما بين القوى العظمى في العالم تغييرات في الموقع ما بين خاصة الولايات المتحدة وتحت غطائها كل العالم الغربي وروسيا والصين خاصة يعني هذه الثلاثية لأصبح يلعبوا في الميدان بطريقة قوية جدا وتكون ارتدادات مباشرة على عدد من المناطق في العالم سعيد إرزي لست ممن يحبذون البيانات والمساندات لغير ذلك لكن ربما كان هناك من الأجدر أن تكون فيه إمكانية للأحزاب مثلا أن توضح موقف موحد حول ما يمكن أن يكون من تداعيات ما سمنا سفيا جلالي محاولة لضرب الاستقرار الوطني وهو داخل في أمور عميقة جدا قادرين نختلفوا بيناتنا في خمسة في هذه الطاولة لكن نقولوا فيما يخص الإشكالية الدولية نحن نساند الخارجية الجزائرية يمكن أن نثمن يمكن أن ننضيف يمكن أن نقطرح لكن مبدئيا نساند كل ما هو شأن خارجي للجزائر بصوت الخارجية الجزائرية أظن أن البارحة تكلمنا على هذه النقطة ولكن نتكلم بإسهاب يعني الكل يتفق على أن الأحزاب السياسية والسياسة الخارجية للدولة الجزائرية في تجانس يعني موقف الأحزاب مع الدولة الجزائرية في هذا الشأن متجانس موقف واحد لأن كل ما يضر بالجزائر خارجيا يهم الأحزاب السياسية بما فيها كذلك الدولة أظن أن الاجتماع البارحة فيه من الإيجابية بالدرجة الأولى أنه الأحزاب التقت فيما بينها كأن لقاءات مبادرات ربما تقودها بعض الأحزاب تروح تتلقى مع أحزاب أحزاب تروح تزور أحزاب أخرى في إطار ربما رؤية موحدة للوضع الداخلي وبالدرجة الأولى الوضع الخارجي أظن أنه أنا أتوقع ربما السلسوفين ممكن يأكدلنا على هذا الشيء أنه تكون فيها زيارات لقاءات من الأحزاب من أجل ربما تكون فيه تحالفات بغض النظر على ما هو قائم في المحيط الخارجي للجزائر ربما تكون تحالفات في الرؤية الآن شوفنا الأحزاب كانت في طاولة مستديرة عائلات مختلفة إيديولوجيا ولكن كانت قاعدة في طاولة واحدة وهذا ما يمنعش أن الطيار ينتمي إلى إيديولوجيا معينة يلتقي مع طيار آخر لكن الفيصل الواحد أنهم يجمعهم أنه كل ما يهم سياسة الجزائر الخارجية يهم كل الأحزاب بمختلف أطيافها السياسية إشكاليات كل ما هو أجنبي وأثر السلبي على استقرار الجزائر يمكن أن تلقى منفذ إلى الجزائر في شاكلتين إثنتين سعيد وجميع الضيوف راديكالية سواء باسم اللغة أو باسم الدين هناك محاولات يبنيها البعض بنظرات أخرى يمكن أن تكون عنها مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من الأجانب لأنه يوسلتين مهمتين للولوج إلى بلد مثل الجزائر سواء باسم اللغة أو باسم الدين نبدأ بك جلالي سفيان هل هذا الخطر موجود وما هي الإختراحات التي يمكن أن تكون لنخرج من هذه الثنائية التي أستبع تستغل من العديد نحن نشوف لازم نعود نسجل وندرج هذه القضية في سياق عام منذ تسعينيات عندما بدأت التعددية كان شي طبيعي جدا أنه بعاد الإديولوجية التي كانت عند الناس والقناعات كان تخرج للسطح وتظهر ربما بنوع من العنف وشفنا أنه في التسعينيات كان هناك تناقض كبير جدا ما بين التيارات وربما كان إشكال كبير للقاء ما بين الأحزاب السياسية اليوم والحمد لله رغم أنه كل حزب عنده المسار تاعه عنده الفكر تاعه لينتمي إليه يبقى أنه هناك تسامح كبير ما بين الأحزاب وكل واحد يتفهم فالبارح يعني كنا نشوفه هناك تيارات منجم نقول عليها ياسارية تدفع البعض العمال البعض يدفع البعد الديني البعض الأخر يدفع البعد الهوياتي ولكن الكل في الإطار الوطني وهذا الشي مهم جدا أنه الوعي هذا تاع الوحدة الوطن ويعني الأمن القومي هذا كله غطاء لعادة من الأشياء نختلف عليها وهذا شي طبيعي من سنة الحياة أن نختلف الآن هل يعني منورات من الخارج تقدر تضرب الاستقرار البلاد من خلال يعني استعمال تفرقة داخل المجتمع هذا خطر دائما يقدر يكون متواجد ولكن نشوف أنه أنه ما بقاش يعني بنفس الخطر اللي عشناه في العقد السابقة خارج ساحة سياسية ممكن أنه هناك تواجد بعض المتطرفين من كل الاتجاهات خاصة في الخارج اليوم ولذلك أنا في تدخل التاعي في الحقيقة ركزت أولاً وقت بكل شيء على حرية التعبير وحرية التحرك للأحزاب السياسية داخل الوطن لأنها رغم أن تكون مثلاً في موقف معارض للسلطة وتناقض الحكومة وتطرح ربما أطروحة أخرى يبقى أنها تحترم قوانين والدستور والوحدة الوطنية ولغلقنا عليهم المجال الإعلامي الداخل يعني الآن سفر أنا شفناه في السنوات الأخيرة الأطراف المتطرفة هذه اللي كنا نذكرها كل واحد يلعب على وطر مختلف لكن عندهم المساحة مفتوحة لهم ويجندوا الرأي العام وهما ليصبحوا يوجهوا الرأي العام عشناها في وقت الحراك وعشناها ما بعد الحراك أنا ما فهمت علاش يعني الدولة صبحت كأنها تتخوف من الساحة السياسية وشفناها في التسعينيات من أنقض الجزائر من الانحراف الإرهابي كانت طبقة سياسية بمختلف يعني الإيديولوجية التحام لعب دور كبير جداً هنا لازم أنه الحكام مهما كانوا يعني رئيس جمهورية وما إلى خير يتقبلوا أن هناك معارضة ومدام تكون معارضة تخلق توازن حتى السلطات تستفيد بهذه المعارضة بطريقة غير مباشرة حكيم بطاش التطرف بالهوياتي أو الديني خطر آخر يمكن أن يستغل خارجياً وجميع هؤلاء أساساً يتخذون من خارج مكان وفي ظل التكنولوجيا لا يمكن أن نتحدث عن حدود لأن الحدود التي يمكن أن تفتتحها تكنولوجيا عبر منصة التواصل الاجتماعي تجعل أي بلد عرضة لأصوات أخرى تصنع رأي عام كما قالك جيريس فيها أعبر كما قالوا بعض الأبواق الخارجي لديهم مهمة أمر مهمة من المملكة الحشش بين ارواين وكلفهم ومعيشوا فيهم ويجلون يساعدهم especialmente لأن تنسخ angelبي والألجري أو الألغرياء أو تنسخ نفسه النبي كما قال سيدا أصبح أنني أصلاً كين جزائر واحدة علم واحد كين دين واحد كين لغة الأمازيائية رسمية كين لغة العربية الوطنية ثانية ورسمية دونك هنا ما عنديش مكش مشكلوه لكن الأطراف مبره رهم يستغلوها يستغلوها politiquement وكوميرسيالما هذي واحدة ثانية أنا مصطفى نقول لك لا رنكونتر هذا جي ربوند لا رنكونتر سيكو أنا منجمش نقول لك سينا رنكونتر رمزية أنا عندي سينا رنكونتر ثلاثة أولا يوجد ديجا دي رنكونتر فرديا مع الأحزاب ثانية تن كي تقول أربع سنين موين لغة العربية كين لغة العربية الوطنية يتويلو براء الوطنية نحيو دمي نحيو لعام تعل كورونا مصنفا لين ناس مكانيش تخورج مدار ومت تخدم ممت تلاقاش ومت تنجيب تمرس سينا رنكونتر رنكونتر ومت تلقاش ومت تنجيب سينا رنكونتر ومت تلقاش ومت تنجيب قرير ومت تنجيب ثانية تشغيل ثانية تشغيل تحتوي على أدخل من الممت بشيئ مخدر من الممت بشيئ كما تحصل مسؤول انا كما تحتوي على أحزاب أعرفو نايف رأيس نايف رأيس في الحزب نعم سيطاني لأنها كان مرفوق الناس كامل مستفا ملتاح الواقع في الطبقات العسابة ويجنالي صوفيان قال يجب أن يكون بفتحتهم في الحكومة ولكن اخطرهم من ذلك الناس ونعرف صوراً ليين ذهبوا مجال جمعونهم في الحكومة ويجب أن يتكلموا على هذا وهذا. Donc 8 heures ديبات. 8 heures اللي PRÉZİDENT مريح و remindingييدات ريح de ناكشون التي تتجربة خمسة قائق لديك دير نساشة. وذلكKeeper وعرف بسائج خمسة قائق وربما يجب أن نساشة من ذلك يوجد عدم النساشة ولم يجب أن نساشة ولا نحي must. إذن. وهذا هذه نقطة عند الرنقنة دير البيئة مع النور الربابلي إذن ذنبت ويجب أن نمت sant Terrace رئيس اللي يهدر عليها الرئيس خبية لكومباني لكتورا دون كنا نشوف باللي كأنج معاقدة مربوح وإن شاء الله هذا ربحندات يوني ربحندك سي تمر ثناث الجاير إن شاء الله نعود إذن إلى مسألة الانتخابات أظن أن مسألة الانتخابات تحدث عليها جميع رؤساء الحزاب وتحدث عليها رئيس الجمهورية سفين جلالي نعم أولي نبرك باش نعقب ولكن أنا كتكلمت على رمزية أنا ما خسرتها في الرمز ولكن قلت من الناحية الرمزية كانت مهمة الباقي يعني المضمون معلش وتبادل الرأي أو التجربة كذلك أو التجربة تثمنت وحسن استمع للجميع وكل حرية يعني ما نقص من قيمتها الآن قضية الانتخابات تكلمنا يعني العموميات ما كانش واحد يطرح يعني بالتدقيق الكل يعرف أنه الكتلة الناخبة إن شاء الله تستدعى في ثمانية جوان والانتخابات تكون في سبعة سبتمبر يعني ما كانش نقاش أو جدال حول هذه الأشياء ربما النقطة اللي كانت دات اهتمام المشاركين هي تجنيد المواطن وهنا كانت خوف عدد كبير من رؤساء الأحزاب بتكلموا على أنه حقيقة هناك عزوف أكيد وربما مصدقية العامل السياسي ضربة في القلب منذ سنوات يعني مش حاجة جديدة وأن الطابقة السياسية والأحزاب السياسية صبحت في نظرة المواطن كأنها يعني بركة عمل انتهازي وباش ناس تستفاد فقط ونوع ربما من انحرافات في العمل السياسي وهذا عدد من المسؤولين تعالى الأحزاب بتكلموا بكل صراحة أنه مدام الوسائل الإعلام ما تخليش النقاش العميق حول البرامج حول مشاريع المجتمع ما نخليش يعني الناس تسمع وتتكلم بتناقضات اللي هي داخل المجتمع ولي نخرجها للعالم هذا هو اللي ربما ينقص من حضود تجنيد المواطن يوم الانتخابات ونحن نعرف أن انتخابات رئاسية مهمة جدا ما وشبرك من سيكون رئيس هذا شيء مهم بطبيعة الحالي أنه هو اللي راح يطبق سياسة تعه هو اللي راح يطبق البرنامج ولكن كذلك كيفاش يتعامل المواطن مع المؤسسات تعه ولا نسبة كبيرة من المواطنين خرجوا من الميدان السياسي كيفاش تعاود تعطيلهم هذا البعد الوطني تحوم الاهتمام بشؤون العامة إلى خيره هنا هنا إشكاليتين أساسيتين تخرجين من ما قلتم إشكالية مصطلح المناظر السياسي الذي ربما فقدناه بعد التسعينات مباشرة بعد الأزمة كان عندنا مناظرين يساريين إسلاميين ديمقراطيين وطنيين الآن لم نعد نجد المناظر ربما نجد رئيس الحزب 2 أو 3 أو 4 أو 10 معه لكن إشكالية المناظر فقدناها من جهة إشكالية كذلك عملية تجديد محتوى ما تقدمه الأحزاب حتى محتوى ما تقدمه السلطة عندما أقول سلطة ليست مرتبطة بالعهدى الحالية هي كل ما قدمناه منذ 62 عندما نقول أحزاب كذلك رأنا في عصر آخر أنا في 2024 نازلنا نسمع نفس المحتويات نفس الإشكالية تطرحها أحزاب ونحن نحن الذي لازلنا الشباب فتنا الزمن يعني جيل آخر نعم جيل آخر يريد سمع صوت آخر اقتراحات وخرى لا واضح أن الأجيال تغيرت والدهنيات تغيرت فالقيم داخل المجتمع تغير بشيء شيء طبيعي جدا ربما هنا وين كان الإشكال لأن مهما كان المنظومة السياسية الجزائرية تبنت في 62 ولا ربما قبل 62 بدأت يعني البواد يرتح وما تغيرت في الجوهر مازل نفس نفس المناهج نفس الماناجمنت نفس الأشياء تعاود ترجع من جديد نحن لازم نوع من ثورة سلمية بطبيعة الحال ولكن من الداخل ثورة بمعنى تغيير جدري وعميق للممارسات السياسية هذا المطروح ولازم نوصل ليه وما نقدروش نقعده بنفس يعني نفس التسيير هذا نتمنى أنه يعني السلطات تكون وعية به إن شاء الله بعد الفاصل أريد أن أتحدث بالتأكيد حول هذا الموضوع من خلال رقم رقم 27 حزب سياسي 27 حزب سياسي ليست بالضرورة 27 حساسية و27 قناعة يمكن أن تستخرج قناعتين أو ثلاثة وكل 27 نرى ملاحية 27 خير 165 اللي عندهم كل اللي عنده أغريمون وما جابوش كي لديه في الكرطاب وكي يعني نقصنا وحد الوقت كنا نحكيه على 160-170 رئيس حزب في انتخابات نلقاه اللي عنده على قولي ما عنده شي ترشح في الجزء الثاني سنتحدث حول هذا الموضوع يبقوا معنا مع بسياسة مشاهدين أهلا بكم في الجزء الثاني من بسياسة معام مصطفى في الجزء الأول وفي ختمه تحدثنا عن ضرورة إبراز نوع آخر ومقاربة أخرى لتواجد الأحزاب السياسية في الجزائر جليس فيان قلنا أنه كان فيه 27 حزب معكم في الاجتماع مع رئيس الجمهورية في الواقع هناك حساسيات أخرى ربما وأحزاب أخرى لكن بالنظر إلى ما يمكن أن يقدم من حلول ألا ترون أنه من الإيجابي إيجاد مقاربة لإصلاح تواجد الأحزاب السياسية في الجزائر كمشروع مجتمع أول نعم واضح أن عدد الأحزاب السياسية مضخم نوعا ما لأن كثير من الإخوان في البداية وهذا شيء طبيعي جدا في بداية التعددية كل واحد يظن أنه هو حامل مشروع وحامل برنامج وقادر على إنشاء الحزب مع الوقت تفرز الأمور وهذا يعني نخلي الأمور تمشي من باب الحرية كان من المفروض اللي عنده اعتماد يتقدم الانتخابات ويخلي الانتخابات مع الوقت هي التي تصفي الميدان السياسي في نهاية الأمر نوصل ربما إلى ستة سبعة ثمانية أحزاب اللي عندها تواجد لتغطي يعني من الشرق إلى الجنوب يعني الإيديولوجي مش جيوغرافي باش ما نعودوش ناخدو مصطلحات نعم الكاتيجوري هادو ما أبيتويل تعالى غوش ورادروات يعني هم مش من تاريخنا ولكن عموما من الأحزاب اللي نجم نقول عندها نظرة محافظة للمجتمع حتى الأحزاب اللي عندها نظرة متفتحة أو نوعا ما لبيرانية هذا الوقت اللي راح يخلق لهذا التوزيع لأن لو كانت تحب من باب من خلال السلطة انتعك اللي تقدر تكون عندك وتفرض يعني انت واقع سياسي ما ما تقدرش ما تتقبلش وما تمشيش ما تمشيش تخلي دائما لأن المجتمع هو اللي راح يخلق النخبة تاعه هو اللي يخلق يعني النظريات هو اللي يفرز وإلا تحب تديرها بطريقة مصطنعة راك تخسر ولكن في نفس الوقت وانا كنت طلبت حتلب راح في التدخل تاعي أنه الدولة ترافق التعددية شوف عندنا احنا الأحزاب التعددية هذا بدأت في 1989 أرأنا في 35 سنة في 35 سنة يعني شفنا المليح وشفنا الدوني في الميدان السياسي والأحزاب السياسية الآن نوعا ما المشهد بداية تضح ولكن غير كافي لأن عدد كبير من الأحزاب اللي عندها إمكانيات باش تنضج باش تعطي ثمار ربما المجتمع ما يقدرش يتفهمها وما يقدرش يساندها ومن جهة أخرى عندك أحزاب سياسية اللي استفادت كثيرا من الماضي وصبحت عندها موقعة لأن الجانب المادي عنده قيمة في العمل السياسي لذلك لازم بشوية الدولة لأنها مسؤولة على المجتمع انتحها تخلق المناخ ليخلي الأحزاب السياسية أولا تنشأ وتكبر وربما تجتمع لأنه لازم في الانتخابات التشريعية والمحليات نوصلوا إلى التحالفات والتحالفات يوصلك إلى خلق يعني عدد من الأحزاب التي تصبح هي تحمل تيار فكري واضح في رمضان كنت ضيفنا السفين جلالي وكان الوقت أنه كان إعلان على الانتخابات نفس اليوم نعم نفس اليوم نعم سقسيناك على إمكانية الترشح جديد من عدمها أو كيفية الترشح والآن بعد هذا الاجتماع على الرؤية أصبحت واضحة نظن بدنا نشوف المشهد يعني سياسي ولكن إحنا الموقف النهائي نخلوه للمجلس الوطني هو المستدعي في أيام الأولى لشهر جوان لأنه لازم رسميا الحزب هو ليأخذ الموقف بعد استشارة الجامع ولكن نظن أنه بدأت الأمور تتضح تتضح إيجابا أو سلبا لا ما هي لا إيجابية ولا سلبية يعني واقع الإصباح يفرد نفسه أنا كنت قلت في البلاتو أنا ذاك أنه استدعاء لانتخابات مسبقا وشفنا بعد ذلك أن وكالة الأنباء الجزائرية خرجت يعني واحد البيان لتفسير هذا استدعاء المسبق أنه كل المعطايات تتجه نحو إعلان تار الشوح رئيس الجمهورية لعهدات ثانية حتى ولهو ما قالهاش يعني مباشرة ولكن نحن كملاحدين سياسيين نشوف أنه هدوهم المعطايات في الميدان فربما وجود رئيس الجمهورية مع كل ثقل تع رئيس الدولة بإمكانية الدولة العملية تصعب لا في إشكالية الآن رئيس ثقل الدولة شيء آخر ربما نحن نتوجه شيئا فشيئا إلى أن تنسحب الإدارة عشنا تجارب هذه مسألة ثقافية أكثر منها مسألة للشخص لكن أولا ترشح رئيس من عدمه ويبقى دستوري ويبقى حق لا هذا أحد ما يتعامس لا أحد ما يتعامس إشكالية المساندة هي اللي لازم نشوفها في إشكالية الإدارة هل تتوجه إلى شخص معين إشكالية قانون الانتخابات إشكالية الهنيات إشكالية ثقافة واضح أنا أظن أنه الآن هذا اللقاء اللي دارو الرئيس مع الأحزاب ربما يعني بلو الرؤية أخرى يخلي أحزاب أنا نعود نقول لي واشقط في المقطع الأول أنه أحزاب الآن وأكد عليه سيسوفيا أنه في الانتخابات الشرعية ومحلية يكون تحالفات أنا أظن أنه في الانتخابات الرئاسية تكون فيها تحالفات للأحزاب وتكون فيها أحزاب يعني متحالفة من خلال منقوش الإديولوجيا نخرجه من هذه الإطارة الإديولوجية السعينية ولكن البرامج نتاحة وإتجاه السياسي نتاحة إتجاه السياسي نتاحة تخليها تتحالف فيما بينها وأريد أن أوضح نقطة مهمة جدا تتكلم عليها سيسوفيا قبلة قضية العزوف وقضية أنا نسميها الاستقالة خاصة النخب السياسية استقلت من الممارسة السياسية وهذا يشكل خطر على حياة الأحزاب لابد يكون فيها نوع من الالتحاق أو نوع من النظال لهذه النخب من جهة أخرى كان المجتمع مدني المجتمع المدني المرسل الوطني المجتمع المدني من بين الشبكة لأسسها شبكة الديمقراطية التشارتية شي جميل أنه يكون جمعيات منظمات باش يدخلوا في المفهومة ذات التشاركية الديمقراطية ولكن لابد أن الأحزاب التي تندلت باش تناظل باش توصل إلى الحكم يريد تشارك في الانتخابات موش المجتمع المدني المجتمع المدني كقوة ككيان يعطي الطاقة رافض من الرافض لتمدل للأعزاب لازم النظرة هذه لحولها المستوى هذا زيد على ذلك قانون الانتخابات قانون الأعزاب ربما يعني كيان رؤسة أحزاب تكلموا على قانون الأعزاب يعني من غير اللائق أن السلطة تدير تحرر قانون الأعزاب وتمروا بدون استشارة الأعزاب لأن الأعزاب معنيين بالدرجة الأولى على قانون الأعزاب هذا زيد على ذلك هو الأهم أنه من بقاوش بترسانة من الأعزاب اللي عنده كارطابل وعنده كاشي عنده لا يريمون يتلاقى في القهوة سعدنا البرح على مطالب بعض أحزاب بمحاولة العمل على تحسين وتغيير قانون الانتخابات حتى قانون الانتخاب لا بد أن يراجع لأنه يقول لا بد أن يراجع يعني من بين مطالب عدة أحزاب قانون الانتخابات هذا اللي تشرف عليه السلطة العليا لمراقبة الانتخابات لا بد أن يراجع عدة متغيرات يعني كان أحزاب عندها إمكانيات ربما حابة تدخل إلى آخرية كان بعض القوانين ما تسعدهش والله سعيد على ذكر مصطفى حول العلاقة الإدارة بالعملية السياسية أنا ربما دكتور الرجع ل1999 أنا كنت عضو في اللجنة آنذاك المستقل للمراقبة الانتخابات ماذا خبر لدينا هسبا في 1999 أثناء ترشح يعني الستة وحين غادروا آخر دقيقة غادروا والله واحد للدعابة نحكيها لكم وبالكسي جليل سوفيان رجعكم حتى مشاهدين الكرام كان العضو في اللجنة الوطنية عنده سرطة الصوم ضرجون يديها اللجنة الولئية عنده سرطة الصوم واللجنة البلدية عنده سرطة الصوم بمعنى أنت كنت في الوطنية طيب كنت في الوطنية إشكال وين أولي برجمو أيضا المشكل موش هنا مع تطور الوقت هذه علاقة حكيت الحكاية هذه مع تطور الوقت وكل مرة الآن ولدت هيئة مستقلة طبعا بفضل نضال رأس الأحزاب نضال خير من الوطن وأيضا حتى التركيبة السياسية تغيرت ولازم تتغير رغما عنها رغما عنها لازم تتغير إحداثيات هذه الأجيان هي سلطة هي سلطة الآن أصبحت يعني سلطة بالضبط بعد أن كانت هيئة أو قبل كانت لجنة إشكال وين إدارة الآن كنت تتخلص المراقبة هذا تخلصه أول قصيدة كفر أنت رك تخلص في هذاك واللي يرشحوا الحزب ونعودوا على الأحزاب أنا ذاكت الأحزاب بزنس حتى في تفوضات يا دكتور صحي كانوا يبزنسوا في تفوضات أحزاب يعني أنا ضد كلمة مجهرية لأنه حتى تسمية مجهري ما يقدر حتى اليوم راح مجهري غدوارها إلا توفرطه طبعا تكون إرادة سياسية حقها ويكون هو ثاني مؤمن بالعمل السياسي من مجهري تحول أنه يكتسح إذن الأحزاب سيم صفا كانوا أيضا بالتفوضات نفوضك الولائي نفوضك البلدي أنا ذاك كان ستملين في الولائي وثلثة ملايين اللي تذكر في البلدي كانت بزني حزب عنده وش يقول له أعطيه فرطوطاج وإنتداب ويعطل مصالح المواطن ويعطل مصالح المواطن ويعطل مصالح المواطن ويعطل مصالح المواطن حتى من الإدارة بضلبط بضلبط إذن مع الوقت تغيرت هذه الأمور تغيرت الأحسن طبعا الآن فصل الإدارة نحن وش نشوفه نتمنى أيضا الإدارة ما تكونش ولكن دائما يبقى مترشح عن مترشح يعني كاين يعني نقص محال الله يعني أمور ومسميتها ولكن كما قال هنا السعيد أيضا وجبا للأحزاب السياسية أنه تأقلى مع الراهن وجبا لأنه خب سياسية تأقلى مع الراهن وجبا لهذا الجيل اللي رأى طالع وراك رئيس حزب جيل جديد أنه هذا الجيل هذا يعني ينهل من مناهل السياسة الحق تجارب السياسية الحق دوك هو لازم يروح للجيل آخر جيد جديد خلاص 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 لا لا أنا شوف حاجة إيجابية ولا تذكروا مع الحراك مثلا كانت فئة كبيرة من النخبة السياسية نجب أن نقول اللي كانت في الشارع وكانت تطلب بالتغيير وربما بعدد من الطروحة الراديكالية وحتى من قبل يعني كان دائما المقاطعة كلمة سهلة جدا والنخبة في عود ما تجند المواطن باش يدافع على المصلحة نتعوه في إطار المؤسسات كان دائما تطلب منه أن يتخلى على المسؤولية نتعوه يعني ما تروحش ما تصوت أنا شفت في عدد كبير من الإخوان في هذا الفطرة يعني لسقة هالأشهور الأخيرة بدأ يتغير الوعي وشت عدد من الناس اللي كانوا ربما من أكتر راديكالية صبحوا يقولوا باللي الآن لازم من الناس تروح الأففاس مثلا كان رديفه الأساسي هو المقاطعة مرات وعديد المرات الآن ربما هو في مقاربة جديدة وأخرى مقاربة تشاركية ربما أنا ما نتكلمش في مكان حزب آخر حتى ولا ظهر أنه تغيير يعني يقودوا الحزب يتغيروا يتغير معهم بعض المواقف وأكتر من ذلك كنا نهضروا على التجربة دائما تجربة أثر في القرار يسمى تراكم أنا وشي همني بعض الإخوان اللي هما يعني يتكلموا باسمهم ما يتكلمونش باسم الأحزاب اللي كان عندهم مواقف متشددة صبحوا الآن يناديو للمشاركة وللدخول إلى داخل المؤسسات وفي نهاية الأمر يعني النضال داخل المؤسسات باش يتجربوا الحقوق مدام البنية في الحقيقة الدولة والمؤسسات ما هي إلا يعني قوانين لتعطيك مساحة للعمل المنتظم فعلى المواطن أن يتجند ويخرج من المجتمع طبقة سياسية لتكون نخبة واعية لتقدر تتفاعل مع واقعنا نريبوا البنية المؤسساتية كلها ونعود نديروا واحدة جديدة هل هنا لك تغيير في الممارسة مع ناس ضامان وكا نريبوا ما نش ضامنين باللي نعودون بنيهم تريبوا ما تخدش تبدي فإذن مدام البنية الموجود وقادر يتفعل ويتغير الآن إلا بالمشاركة الناس لازم تكون عندها شوية الشجاعة والجرأة باش تلتزم أما دائما نقعد بعيد ودائما ننتقد من يعمل هذا ما يوصلش نوع من العدمية نحن مدى بنا نخرج من هذا حكيم وقد كانت من 20 عام وقد قمت بعمل لتقلص 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 نعم 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 لذلك يجب أن يكون مجرد منه كيف كان مجرد منه كيف تلك مجرد منه كيف تقوم بسكديم كيف تتخذ لك تط Student لتعند طريقة لدينا الصفية بأنه لا يجب أن يكون منه لا يقوم بداية و يدعوه هناك بعض الأشبار يجب أن يدعوه في المنطقة لا ترى أن يخرج إلى المكتب الوطني يأخذها ويقولون هم لك المنطقة الملطانية هي مالك الملطانية هم هو الملطانية هاي اللي كوين اليوم رنام فاييت ديناب الخرطين أنا أظن أن نحيي على المناسبة على المباشرة مع سيجيلالي أن شاركتنا كنت مدعو إلى مؤتمر سيجيلالي من بيع من قلة الأحزاب قليلة اللي عندها مخبر تاع استشراف لأننا نقول لي قليلة تكوين تكون الشابب تكون المناظلين وراهي الأحزاب اللي راي تكون قليلة يعني الأحزاب الآن أنا نقول لي المقاربة تا 17 اللي ولت 27 هذي الحاجة الرمزية والمهمة أن الأحزاب هذو أنا مذابيت يتقلص أكثر لأنه معروفين الأحزاب بلا ما نذكروهم سينو يقولوا باللي يا سعي الإرزيمي لهذه ولله هذي باينين الأحزاب يقولوا عليه قاعدة من البنكرينا لا 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 أنا اليوم ألا لا دكتور لماليوم هل يمضو رهاا تحين الأسفل لا بالحق أنا أحسب أنا أعطي شيفر من بين الأحزاب اللي عندها برنامج مشروع المجتمع وعندها تواصل مع الشباب وعندهم ما يسمى مخبر الاستشراف كين لي حد للآن كين تسعة أحزاب دون ذكر اسمي نعم حجم ليها ساعة نوم رانمح جيل الجديد راه في تساعة هاي وش مرتبة في تساعة مرتبة المهمة راه في تساعة يعني في تساعة لا يعني نقول لأن البارح لأن البارح مصطفى تكلمت على نقطة مهمة لأنه الآن غابت هذيك المعاني أنه يكون عندك دي ميليطان كيتجيل استحقاق الانتخاب في الحمل الانتخابية عندك شباب عندك مناظرين يره يعلق ما يقول لك شاطيري خمسمائة ألف لأنه مخصر يلا كارتي الفولاني الجميل بسرعة نحن واش ربحنا كما قال جيلاز فيها مش نكونوا واقعيين ربحنا مؤسسات بنيت بعد الحراك كنا عديدونا عديد من الناس كانوا عدميين حراك 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 إن شاء الله تفرع ما كناش هنا في بادو غوغاق فاغلا فيونيك كي الناس متحجرين هالي سيبايو ننسول هذا هو وصف فقط متحجرين سياسيا يعني يشوفوا الحل دائما في هذيك طريق وفطريق بنينا مؤسسات عجبوك ما عجبوك شابين بشي شابين ناقصين زيدون بنوهم زيدون سبغوهم مقاربة أخرى بنينا كي نعفسها نقدروا نحطروا وحدينا الداخل ونحاولوا نبنيوه الآن لحقنا الانتخابات رهي قدمة إشكالية ربما في قانون انتخابات يجب أن يثمن يعدل يضاف إليه ما كاش مشكلة إن شاء الله الآن شفنا قوة شفنا لويزا حنون عطل الناشاطة والتحرك تدفع العمال شيء عادي ولازم ندفع العمال ربما يجب ابتكار أسس أخرى لإبداعات دفاع العامل العامل اليوم ليس هو عامل السبعينات شفنا الأففاس الذي كان عنده توجه المقاطعة وربما أراد البعض أن يضعه في منطقة جغرافية معين يؤكد ضرورة الدفاع على الهوية نعم لكن الدفاع قبل كل شيء عن الوطن الجزائري هذه صفعة مهمة سياسيا وإضافة للقوة المؤسستية الوطنية شفنا الإسلاميين الذين كانوا معاوفين دائما بالبراجماتية والمشاركاتية دائما يشاركون عندهم أهداف إلى غير ذلك حتى هما تعلموا شوية تعلموا شوية استعقلوا شوية ما شفناش من يسمون بالطيار الديمقراطي جليس فيها ما بيش نتوين تحت روحك يعني نقول الطيار الديمقراطي ليس لأنك لست ديمقراطي نقول لك إحنا كان عندنا واحدة تقسيم اعتباطي إسلاموي وطني وديمقراطي شفنا ما يسمون بالوطنيين شفنا الإسلاميين بصحتيار الديمقراطي بصفته هدية ما شفناه شورناه أم لا يوجد كل واحد كيفاش يعني يفسر في الحقيقة هذه تصنيف هذا جاب في التسعينيات وتسعينيات لأنه كان استضام نوع ما يعني على الأقل فكري وإديولوجي ما بين الإسلاميين واللائكيين نعم واللائكيين يقولوا على اسمهم ديمقراطيين فهنا لك خلط في المفاهم ما بين لائكي وديمقراطي وليبرالي ووطني إلى آخره جيل جديد هل تقدر تنمحيله يعني البعد الوطني؟ ما تقدر توعد ما تقدر تنحيله الوطنية لا بالمفهم حتى اللائكي لا ما لن نمحي تماما اتيار الوطني مدام كلنا وطني أنا سكسفيك وها على هذا كمانا نجاوب هل تقول يعني أن جيل جديد ما عندوش القيم الإسلامية ما تقدرش تقول احنا مسلمين ككل الشعب هل تقول عليه فإذن يصعب لك أن تصنف الناس عبر يعني تعريف ليكون ستيريوتيب في أساس عندك مرجعية دينية عائلة يوم ما استطمرتها سياسيا يعني لا لأنا منظم هذه من صالحك يعني لا بصحة بش نكون صراحة الدين مهم في مجتمع لأنه يخلق الإنسجام داخل المجتمع يعطيها قيم يعطيها بعد روحاني إلى خيره ولكن عندما تخلط الدين بالممارسة السياسية يصبح لإنحرافة نعرف وشوف أوروبا مثلا كلها الحداثة تحكي خلقت خلقت كمواجهة للكنيسة لأن الكنيسة احتكرت الدين وصبحت يعني تخلق كأنه واسيط ما بين الله عز وجل والمخلوق نحن هذا غالط لأنه خاصة في الدين الإسلام ما كانش واسيط يعني كل واحد لا يحمل وزرة آخر فكل واحد مسؤول على العمل تاعه كل واحد مسؤول على الأفعال تاعه خليوها الدين مهم جدا في المجتمع خليه وراه ما تدخلوش باش تصغل وتحاول تجلب الناس باستعمال يعني هذا البعد لي ما لازمش نمسوه لأنه مخدس مصطفى فقط على ذكر ربما حتى الهوية وعلى ذكر حتى ربما من يعني من الأحزاب السياسية فقط على البرلمان وهذا مؤسس دستوريا والشعب الوطني مجلس الأمة عدنا نوابنا حاورتهم من ولاية بجاية والولية تيزي وزو سواء في السينة ولا في البرلمان يقول لك أنا عندي عهدة وطنية عهدتي وطنية كما نهضر على المواطن في تيزي وزو في بجاية وفي البويرة نهضر على المواطن في تقورت وفي تندوف وفي تمرست وهذه مؤسسة دستوريا أيضا كما السيناتور ولا النايب تعوير قلا ولا تعوير تسوف من حقه أيضا يرافع على مواطن في أعالي لوراس ولا أعالي جرجرة بالضبط وبالتالي الآن أنا نظن أنا نظن يا مصطفى تكلمنا في بداية هذا البرنامج على أنه هذه الممارسات من المفروض حتى كانوا خب سياسية وحتى برنامج لحزب سياسي لا بد أن يتخلصوا من هذه العباءة ومن هذا الرداء السياسي منتع المنطقة الجغرافية وربما حتى منتع هذه الأليتيكات أو هذه عبد الرزاق إشكالية المناطقية في الجزائر تتعدى إشكالية حزب سياسي بمنطقة معي إشكالية الضشراوية والمناطقية والجهوية موروثات وموروث تجدوها في ودسوف تجدوها في باتنا تجدوها في تلمسان جربناها حتى في مسألة تعيينات في عهد الماضي كنا عندك 13 وزير من منطقة معينة من بلدية هذو 13 وزير ما عندهم لا حزب سياسي لا برنامج للدفاع عن هوية معينة لكن يا ذهنية جزائرية يجب أن نتخلص عليها المهم بقولنا ثلاث دقائق سفيان جلالي ما شخصه شوية الأمور معك وما تتقلقش علينا ما تتقلقش أنت في قرارة نفسك تشوف باللي المشاركة لازم تكون يعني هذه تفهم واضح لكن تشوف أنه أنت كشخص كرئيس حزب تميله إلى أن تترشح ربما تقدم إضافة أن الترشح ليس بالضرورة أن نفوز اليوم ويمكن أن نترشح اليوم لنفوز بعد عشر سنوات وهذه هي السياسة تشوف روحك أنت ترشحك كشخص كرئيس حزب يمكن أن يقدم إضافة نوعية للمشهد أو المعترك السياسي ولا تشوف حاجة أخرى بكل صراحة لا بكل صراحة نظن كان ممكن جداً أنه يعني شخصياً أو رؤساء حزب أخرى تترشح باش تدافع على برنامج وتقدم مشروع آخر ولكن هذا لازم ينسجم مع الضروف اللي رانا فيها الضروف اللي رانا فيها ربما بش نهدر صراحة رئاسة الجمهورية ما هوش منصب عادي رئاسة الجمهورية عندك بطبيعة الحال يعني اختيار شعبي ولكن كذلك هناك قيود ولا ننجم نقول إكراهات أخرى لي ربما حتى المجتمع ما هوش وعي بها أنت تقدر تحاول دير إدخال تغييرات لما تلائمش ربما مع الضرف الآن فمعليش أنه ندافع على المشروع ومش مهم تدافع عليه من خلال انتخابات رئاسية تقدر تدافع عليه من خلال العمل اليومي النيضالك سياسي والمشاركة في الانتخابات وطنية أو المحلية إلى خير فما لازمش طموح شخصي يختلط مع يعني الاحتياجات تاع الوضع اليوم ظهر أن الدولة ككيان متفقة على اتجاه وتحاول أن تجند المواطن لتلك الاتجاه لأن هناك مخطر هناك إشكالات أخرى فأنت أشغل تحشعر في الصوبة كما يقولون ما تدخل روحك بس يجيب خطاب معاكس ومتطلبة لربما تحرج بها البيئة التعب فكل واحد يعرف الحدود وإن راكت مارس سياسة بها ياتيك الصحة شكرا عبد الرزاق شكرا سعيد إرزيو شكرا لحب الحكيم شكرا لكم مشاهدنا نلتقي في موعد أخرى سلام عليكم